السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد في قناتكم تربيه بيتية النهار ده الفراخ بتاعتي اللي انا كنت جايبها علشان رمضان اللي هي الفيوم الروزي زي ما انتو شايفين كده الفراخ اللي قدامنا دي النوعين فيوم الروزي وبلدي بيوت عايزة تعرفي انواع البلدي المناسبة لانتاج البيت اكتبلي في التعليقات وانحطلك الرابط بتاع الفيديو اللي بشرح فيه انواع الفراخ الحلوة قوي لانتاج البيت ما حدش روح يجيب الفيوم الروزي ويقول دي الفراخ بيض هو الراجل بيقولك اه ده بيض يا حاجة وبط بيض ما هي فعلا بط بيض بس انت الخسرانة لان الفيوم الروزي اولا بسم الله ما شاء الله زي ما انتو شايفين دلوقتي وهتشوفوا بالفيديو انه في فرق السماء من الارض اللي هو فرق تقريبا من ده في مرة ونص اهو شايفة فرق الكبير ده اللي ما شاء الله الهاجمة ده ده فيوم الروزي شايفة كتكوت الصغنة من الضعيف ده ده كتكوت للانتاج البيض فهمتي الفرق منين عشان الناس اللي ايه اصلي فيه ناس ما عرفش هما تقريبا مش فاهمين يعني انا مش هقوله ان هما بيغلطوا الناس او بيغشوا الناس هما مش فاهمين مايفهمش الا اللي ايده في الحاجة وعنده خبرة ومتدرب فيها كتير زي ما احنا بنقول كده في مصر اسأل مجرب ولا تسأل طبيب المجرب يعني عنده خبرة اكتر فاحنا جربنا الفيوم الروزي دي سنين فاتت ربتهم انا مرة واثنين وثلاثة واربعة وكانوا بيكلفوني كميات كتيرة جدا من الاكل والشرب وكده بسم الله ما شاء الله الفرخة كانت بتيجى على عمر خمس شهور وبتبقى ثلاثة اربعة كيلو فرخة البيضة البلدي الفيوم الروزي دي وكنت ببقى فرحانة او سعيدة بس انا عملة دردب في اكل يا جماعة او انتوا عارفيني برضا انا ما بحطش علف فانا بحط اكل ايه اللي هو الوصفات الاقتصادية اللي احنا بنعملها دي مبادل العلف دي بس برضو انا بحط كميات يعني ما بيكفهمش شوال رضا وشوال دي شيشة وعمال استنى بقى يا جماعة ان البيض يطلع عن الفراخ ماشي الفراخ بتبيد ما شاء الله الفيوم الروزي دي اما بتزبطيها صحي وتقرأ وتأسسيها صحي بتبيد على عمر اربع شهور مفيش مشكلة ايا بتبيد اه على عمر اربع شهور وزيل فل وبتبيد كمية حلوة في الاول اول ما بيبشر بالبيض فرحوني بالبيض شهر واثنين وبص الاقي الفراخ فيش خلاص فرفرت انا اخدتهم في مرة الواحدة نطفهم الراجل ما كانش بصدق ان دي فراخ بلدي بيقول بسم الله ما شاء الله الفراخ دي اخدت عين الفراخ دي اخدت عين وكان حاجموهم رهيب جدا طبعا مأكلة بقى مأكلة على اساس ان انا اجيلي انتاج بيت بقى هما فرحوني بالبيض شهر واثنين وبعد كده ايه وقعوا فانا اروحت اما فلاقي مشكلة كان لازمان كده لما كنت الاقي مشكلة بدأت في الفراخ اقوم دبح الباقي كله علشان مش عايزة خسائر انا ما بستخسرش يعني ما بعودش اقول ايه لا استنى يخف استنى معنديش انا كده ده محبش فيروس اضيع في الارض حاجة انا مكلفها مش هستنى العيه ياخدها مني بقوم لحق الباقي كله فقمت دبحتهم كلهم الله اكبر استفدت منهم لحم وكينز اللي جوه الفراخ الفايومي روز دي لو عايزين تعرفوا الكنز ده اكتب لي في التعليقات وانا اقول لكم الكنز ده وفر علي صحتي وعشان كده انا بربي الفراخ دي يعني عالجني من امرات كتيرة اللي هي دي الشرايين والضغط والكلام ده كله لو عايز تعرف الكنز ده اكتب لي في التعليقات وانا احط لك الربط بتاعه عشان برضو ما اكترش في الكلام المهم جيت ربيدتم تاني نفس المشكلة تالت ربيدتم نفس المشكلة لحد بقى ما فهمت من نفسي ان الفراخ دي اساسا يجد عن فراخ تسمين وفهمت ان الدنيا اتغيرت وانه ما شاء الله الطب البتر يتقدم وانه فيه معامل كتيرة وانه بقى فيه انواع للتسمين وانواع للبيض في بلد طبيعي البلد بتاعنا المعروف الطبيعي الرفيع الصغير المسافرت ده دي فرخة بتاعة البيض الفرخة اللي ما زدش وزنها عن كيلو وربع كيلو ونص دي فرخة البيض اما الفرخة الحلوة الكبيرة قوي دي فدي فرخة تسمين عمرها الافتراضي 6 شهور عشان كده بيبيضوا شهر واتنين وبعد كده بفرفاروا معاك فبالله عليكم محدش يجيب الفيوم الروز دي إلا علشان التسمين فانا جايباهم جبت حبة قلت يبيضوا وحبة من التسمين عشان يضفوا بعدي يعني فعشان يلحقوا رمضان فهم النهاردة عندهم حوالي 18 يوم مثلا او من 18 إلى 20 يوم فاضل ان شاء الله على رمضان حوالي شهر او شهر وشوية فاضل احنا النهاردة مثلا رجب قرب يخلص فاضل شعبان فممكن مثلا هيبقى عندهم شهر ونص على اول رمضان على عشر طيام في رمضان كده هيبقى يكملوا معاك مثلا شهر ونص او شهر يعني شهرين اللي حاجة فماشاء الله الفراخ الشامورت تبقى منهم بتبقى جميلة جدا تتبحيها للحش وشان الناس اللي تسألني نجيب فراخت اسمين بلدي وتلحق رمضان يعني لو هتبقى فاضل قدامك شهر ونص اه يعني في الفترة اللي فاتت دي كان حلو من النهاردة هيبقى شهر مش هيلحق رمضان هتبقى كله ربع كده حلوة تتبحيها وتحشيها فراخ للحش انا بقى كلهم ايه بقى عشان اسمن سواء سواء فراخك البلدي او البياض اللي هتبيض او تسمين اول حاجة اللي في الطبق دي وصفة التسمين بتاعتنا اللي احنا بنعملها للفراخ بتوفر معاك كتير 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 وبتبقى بديل حلو جدا للعرف الوصفة دي لو منتش عارفها كتبيني في التعليقات ونحطلك الرابط بتاح عندك بقى شوية خضرة وفايدين من السوق حاجة هتبص في درجة تلاجة انت ست بيت شطرة ومدبرة وبتعرف تنزل السوق اخر النهار تجيب الخضار اللي فايد اللي بيبقى ببلاش هو بيبقى بتاع طيور معروف يعني بدل لما يترمي في الارض حرام وخسارة زي احنا ما بنربط طيور علشان تلمي الاكل بتاع البيت وبنقول عليها بتاكل حسنة البيت بنستفيد منها بكده الحاجة اللي في السوق اللي هي ببلاش الرخيصة حبة جزر حبة بطاطا حبة بطاطس شروة كده بروحي تشتريها من الراجل والله لو جبتي حتى كيلو بعشر جنيه انت المستفيدة ليه بقى لان نشوف النهار ده العلب بكام والدورة بكام والرده بكام الحاجات دي غليت جدا جدا فاي حاجة في السوق هتلاقيها هتبقى حلو طب حدا هيجي قولي طب ااكل امتى من عمري كام اولا لو عايزت تابعي الدورة دي من اول عمر يوم برضو اكتبلي في التعليقات ونحطلك الرابط بتاع ازاي استقبلناهم وازاي اكلناهم وازاي كبروا ما شاء الله زي ما انتو شايفين كده برغم انو كنت جاباهم في عز السقع وعز البرد وكنت حطاهم مع الفراخ البيضاء ودي كانت غلطة كبيرة جدا لان جات كوكسيديا سواء للفراخ البيضاء وليهم وكوكسيديا دي بتأثر جدا على اوزان الفراخ بس انا مكنش قدامي حل غير كده وانتو هتلاقي كلام ده واتم قردو في الفيديو هيدا بس الحمد لله حلوين برك الله في مرزق يعني احتي بتبقى مضطرة فربنا بيكريمك ان شاء الله وبعدين ما تيقسيش حاجة عجلها عالجي مرة واثنين وثلاثة لحد ان شاء الله ما تبقى زي الفل معاك كلام ده الحبيبي اللي بيسكو فيها واللي بيسمع كلامي واللي من الحمد لله بيتهم بأمليان خير بفضل الله سبحانه وتعالى انا جايب بابوتوتس اللي بلاقير خس قدامي يا جماعة في السوق بجيبه وماشاء الله بيقعد معايا اسبوع بالحاجات دي لان انا مبحثش كميات كبيرة انا بجيب اعداد على قد على قد اكتفاء ذات البيتي عايز تعميني مشروع بقى ويجيب كميات والله برضو انت لك اسبانة لان بسم الله ما شاء الله انت هتربي بابو بلاش اللي هو اللي ربع طب امت ابقى اكتل الفراخ بقى العمر كام اولا تقدير تأكلي وصفة التسمين للفراخ البلدي عماتا سواء فراخ تسمين او فراخ بيض من عمر اسبوع وده حلاوة الفراخ البلدي حلاوة الفراخ البلدي اللي هي بتتربى بلاش اللي ربعه والله العظيم في الوقت اللي احنا فيه والزمن اللي احنا فيه ده هو دي وصفة التسمين اللي ما يعرفهاش عشان الناس هتوقع تقول لي برضو يعني ايه وصفة التسمين انا خلتها في الاخر عشان الناس الجديدة تشوفها شوية زيت كده قدام عندك فيضين بقاية القلية شوية شعرية شوية رز اي حاجة موجودة عندك بس رز اساسي هتقوله رز غالي هقولك انا بستخدم كميات كبيرة تمام انا بحط حبة صغيرة ياسي تعتبر ان العيل من ولادك لعب فيهم وقحهم في الارض مش مشكلة وخلي بالك لما تقرن سعر الرز مع سعر العرف لا الرز هي بقى ارخص ازاي فالرز بيشبع الفراخ جدا 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 احسن من العلف مليون مرة انت عارف بقى ان في مشكلة اليومين دول ظهرت في العلف ان هما بقوا يقللوا من المواد اللي هي بتكبر الفراخ وهي الفيتامينات والحاجات اللي هي دي عشان غليت وانه العلف مبقاش بنفس الجودة انت عندك بقى وصفة طبيعية احسن من العلف 300 مليون مرة مجربي وهتدعيلي يبقى هنا رز أرخص من العلف لانه بيشبع كمية صغيرة منه جدا اللي حطته بعد كده ده دشيشة دي دشيشة بحط دشيشة وسط تبقى جميلة جدا عندك مكرونة عصفور حطي عندك شعرية عندك لوبيا عندك فاصوليا الناس اللي بتبقى عندها الحاجات دي هتوخيفة عليها تسوس وهتترمي حطيها خسليها كويس وحطيها تمام شوية قمح برضو خسليه كويس ونقعي وحطيه الحبوب اللي عندك كلها حطيها ماشي مش هيخصل اي حاجة تقدمني الحاجات دي للفراخ البلدي من عمر اسبوع سواء بلدي تسمين او بلدي بياض فبمجرد الفراخ بتاعت ما بيكمل اسبوع انا ببدأ اشتغل عليها بقى بكل اللي عايزة عايزة تحطي خضره مفيش مشكلة عايزة تحطي وصفات تسمين مفيش مشكلة عايزة تحطي اي حاجة مفيش اي مشكلة خالص بس تراعي السن يعني المرحلة العمري اما بالنسبة للعلف بقى فانت ممكن تحطي فوق الاكل ده رشة كده من العلف او انك تأكلي بالليل العلف صافي واو تحطي معاه عيش مفروك يعني من عمر اسبوع عادي تحطي العيش معاه من عمر اسبوع للفراخ البلدي الكلام ده كله يعني بصي هيوفر معاكي اوي اوي هيطلع معاكي فراخ زي الفل بوزن حلو جدا 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 كلام ده بالنسبة للناس اللي بيام ربيه فراخ تسمين بلدي علشان رمضان وفي نفس الوقت انا بأسس الفراخ بتاعت البيض بفضل اسس فيها اكل عادي كده لحد ما تكمل ثلاث شهور بعد الثلاث شهور ببدأ اعملها بقى كفراخ بيور